اشتركوا في القناة يقول انه اهم نقطة تقريبا في اللي يتلخص هذا يقول راه هو اللي تم اصداره في البيان المشترك هذك هو راهو احنا معنا منخبيو كرئاسة جمهورية ذك ما تم الاتفاق عليه ويؤكد على وجود تحول في علاقة تونس بالاتحاد الاوروبي من خلال زيارة الوفد الاوروبي يوم الاحد الماضي اه شنو قراءتكم لهذه الاتفاقات اللي صارت من خلال البيان المشترك الصادر عن رئيسة الجمهورية ووفق المعطيات الجديدة والتوضيحات اللي جينا من عند رئيسة الجمهورية شكرا مالك في البداية احنا رأوا معناها مناش ضد اي تعاون بين تونس واي معناها شريك من الشركاء لانه التعاون هو موجود في علاقات بين الدول وخاصة احنا ما ننكروش انه احنا في ازمة خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي كبيرة تحتاج الى تعاون مشترك ينجم يخرجنا من الازمات وهذا كل مرحب به مع كل الدول على قاعدة ومبادئ معناها انه يكون هذا التعاون عادل ومنصف ومفيد للبلدين بنفس الطريقة باعتبار انه كل طرف بشي دافع دائما على مساله النقطة الثانية انه فيما صار علاقتنا مع الاتحاد الاوروبي منذ 95 منذ اتفاقية الشراكة الاولى وهذا نقوله نحنا كمنظمات مجتمع مدني كانت علاقات غير عادلة وقلنا انه الاتحاد الاوروبي خاصة بعد الثورة استغل وضعية الهشاشة معناها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشي حاول يفرض على تونس مسارات اخرى للتعاون غير العادل وموقف المنظمات المجتمع المدني معناها من مسألة التعاون مع الاتحاد الاوروبي مش جديد الموقف هذا كنا عبرنا عليه خاصة سنة 2014 وقت لطرحت اول ما طرحت اتفاقية هذه القبول كنا عبرنا عليه وقت لصار النقاش حول مسألة النقاط الساخنة معناها في اطار سياسية تصدير الحدود كنا عبرنا عليه في لاليكا ومعناها هو ما صار مذني لاليكا ونجم نقوله انه لاليكا نجحنا كمنظمات مجتمع مدني في اسقاط التفاوض متاعه في معناها ايقاف هذا التفاوض لانه التفاوض لم يكن عادي لانه كان بشي نجم نمشي زاد كيف كيف في مصار اخر اليوم زاد كيف كيف بنفس الموقف نجم نقوله الاتحاد الاوروبي يهمه كان مصالحه بطبيعة وهذا من حقه لكن الاتحاد الاوروبي ولكن زاد الاتحاد الاوروبي ينتهز الوضعية هذه وضعية لها شاشة اللي نحكو عليها توا معناها المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بشي حاول يفرض عليك حاجات جديدة وسماها رئيس الحكومة الهولندي بانها فرصة بانها فرصة بالنسبة ليه معناها بشي اليوم يعمل اتفاق مع تونس ليش لانه تونس في حاجة الى بعض الاموال في نفس الوقت معناها بالنسبة ليه من نجم يفرض عليها تقديم بعض التنازلات والاولا على المستوى التواصلي تلاحظ انه المسؤولين الاوروبيين معناها خرجوا لشعوبهم بشي يوضحوا لهم معناها محل حاليني في المحور الاول رمضان بن عمر ونتناقش معاك واحدة واحدة واسع بلك معاي وقت لي تونس تكون شريك متميز مع الاتحاد الاوروبي وهذا مكانها من انها تكون دولة عندها امتيازات اقتصادية مع الاتحاد الاوروبي صحيح في المبادلات التجارية ما ناشنا كيف كيف حسب هذا الارقام الموجودة كذلك انه يتم الترفيع من مستوى العلاقات التونسية مع الاتحاد الاوروبي الى هذا المستوى وليل بالحسد يوضح وريد الحجام مستشار ديبلوماسي رئيس الجمهورية هذا ممتاز بالنسبة الى تونس عليش كل قراءة في توسيع العلاقات او في تطوير العلاقات نقراوها على انها لفائدة الطرف المقابل مهاشي لفائدة تونس بالرغم من الهاشاشة وبالرغم من المستوى الاقتصادي لتونس وانما هذي فرصة ايضا لتونس لتوسيع علاقاتها وتطوير علاقاتها مع شركائها هو يعني كما قلت لك انا كل تعاون ديما مرحب بي لكن دائما كل تعاون على اي قاعدة يصير معناه لانه اليوم معناه اذا كان التعاون هذا صاير فقط والاتفاق عذايا صاير ومبني اساسا على قضية واحدة معناها قضية واحدة عكس ما ربما يحاول البعض تصويره معناها الاتحاد الورب في الفين واحداش والفين واثناش وقت يطرح لنا الاتفاقات وغيره كان يمشي اكثر معناها بالخارج اكثر شنو الخارج وقتها الديمقراطية والديمقراطية المحلية وحقوق الانسان وغيرها بشي زي لنا حاجات اخرى كيف كيف تاوه شنو هاو الطاقات البديلة والمتجددة والتعاون العلمي والتقني لكن ولب هذا الاتفاق او مشروع معناها مذكرة التفاهم هو له ماتفاق ومازال مشروع مذكرة التفاهم مبني على قضية اساسية هي قضية الهجرة غير نظامية والبقية هي معناها كما نقول نحن ادوات او مساحيق للتجميل مساحيق للتجميل احنا رو مرحبا بالتعاون رو في المجال التكنولوجي وفي غيره في كذلك انه هل هذا هذا المطروح حاليا رو نلوم عليه زادة المفاوضة التونسي اكثر من 900 مليون اورو مساحيق للتجميل بطبيعة 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 تزعم اكثر تقريبا من فتنا الاتحاد الاوروبي فتنا المليار اورو رو يعطيك بليمين ويهزلك بليسار معناها الاتحاد الاوروبي معناها عادة في اخلب الاتفاقية هذه ما تلقيش طريقة للتنفيذ نرجو حتى الاتفاق لسارة مع تركيا معناها وفيها ثلاثة مليار اورو خمسة مليار اورو معناها وفي اغلبها ما يتمش التنفيذ وتعرف انه تركيا في مرتين وثلاثة علقت الاتفاقية من جانب واحد معناها رو الارقام هذية هي مسألة متاع تهييج الرأي العام ومحاولة معناها ايجاد معناها متحمسين لهذا الاتفاق ثاني حاجة الاتفاق بطبيعة الاتفاق ما زال مهوش ديطائية خطر النقاشات ما زالت متواصلة لكن ديما احنا نقولوا معناها كما نقعدين ننقضوا معناها في الجانب الاوروبي وما قفنا فيه حاسم منذ سنوات الجانب التونسي اليوم باي رؤية باي رؤية بديلة اليوم ما تنجمش تجي تسوق لي ان كنت ماشي في الليراسموس معناها الليراسموس كأنه انجاز معناها انت جزت فقط باش تعطيه الطلبة متاعنا المتميزين باش يمشي هزي كوين وم يخليهم عندو معناها تسمي انجاز في اطار التنقل وإلا حرية التنقل معناها اليوم انت كطرف تونسي اذا كانك مكشترح مسألة معناها حرية التنقل التونس هل هذا موضوع مخجل نحنا بش نطرحوه اذا كان اليوم ما كشترح مسألة ترحيل الجماعي للمهاجرين غير نظاميين تونسي البارح سيد المستشار في رئاسة الجمهورية معناها يحكي على انو معناها وكأنه انجاز وليس انتكاس ويحكي وكأنه اليوم معناها شنو بش يفسرنا رئاسة الجمهورية ولا الدولة تونسية شمعناها اليوم الاتحاد الاوروبي يرحل لنا في معناها المئات والالاف من التونسي بهذه الطريقة القصرية وغير النظامية وجيقونا في احترام حقوق الانسان ما عادش تروج معلومات غالطة للمواطنات والمواطنين راو السيد معناها يا سيد مستشار في رئاسة الجمهورية راو في 30 مارس في معناها وانت في بالك المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اصدرت قرار ادانت فيه السلطات الايطالية لانها لم تحترم الترتيب القانونية وانتهكت حقوق مهاجرين غير نظاميين تونسي اللي انت توا ترحل فيهم اللي انت ترحل فيهم على مطار تبرق ترحل فيهم من ايطاليا وترحل فيهم من المانيا وترحل فيهم من فرنس احنا من حق اوروبا تدفع على مصالحنا لكن زادا احنا من حقنا ندفع على مصالح ابنائنا من حقهم ندفع على حقوق ابنائنا ومهاجرين راو اليوم الوضعية هذية تهدد مش فقط الواصلين بطريقة غير نظامية تواصلين خاصا في ظل القوانين التمييزية الاوروبية تهدد حتى اللي عنده عشرات السنوات معناها في اوروبا وكان في وضعية نظامية فجأة مخدمش 3 شهور 4 شهور خرج ولا في وضعية غير نظامية ينجم قدوة يلقى راح ومرحل ويلقى روح في مطار تبرقة هذا ما نحبوش هذية غير مقبول اليوم علش ما نطرحوش مسألة الاذلال على اعتب السفرات وفي الوكالات اللي تعمل لنا في الوساطة على الفيزار علش القضايا الحقيقية اللي تمسنا كمواطنين مواطنات اتوانس زادا ما تطرحاش الدبلوماسية تونسية علش نسوقه في هذا في هذا المشروع وكأنه انجاز احنا نحبو ندفعوك الى الامام احنا مواقفنا متنجمة تكون كان مع الدولة تونسية البيانة المشتركة لزار البرح ما فيهوش النقطة هذية متاع الترحيل اذا ما تمش الحديث فهو ما فيهوش اتفاق هو اهوش اتفاق حول النقطة هذية هو شوف علشي الهنية هوش نوية يقول لكم رمضان بن عمر علشي المنتدير حبي يصور لنا انو ثم نقاط ما هيش موجودة في البيانة المشترك هذية وانتو ما تحبوا تقولوا اللي تم الاتفاق عليه الغرفة المظلمة هي ثم اول حاجة ثم حاجات قديمة باش ما نقولوش معناها تعملت من قبل من الحكومات السابقة ما حتى من عهد بنالي كما مسألت الترحيل لكن زادا مسألت الترحيل خل نقولوا نصرحوا المواطنين راو مثال ايطاليا كانت ترحل لنا مثال ثمانين واحد في الاسبوع جينا مع الحكومة جديدة والي راحلونا في مئة وستين واحد في الاسبوع راو المانيا بسحيح بدت ترحل في الفين وخمستاش لكن مازالت عملية الترحيل سنة الفارطة اكثر من 12 طيارة جتنا من المانيا متع مهاجرين غني ديمتوانسة راو فرنسا بدت ترحل لنا في نهاية الفين وعشرين معناها مع الحكومات الجديدة هذه كيف كيف بدت ترحل لنا في المواطنين راو زيدك تعاود موجودة تحط لنا نقطة عامة ومبهمة هي مسألة إعادة القبول احنا اللي يهمنا الساعة اساسا بنبدو بالوحدة بالوحدة يهمنا توانسة الساعة في النقطة هذه إعادة القبول هي إعادة القبول مهاجرين غير نظاميين توانسة احنا رفضين هذا المبدأ لأنه مبدأ معناها يتناقض مع المعاهدات الدولية ويتناقض مع مع القانون ويتناقض مع كل معناها المواثيق والعهود الدليا قاعدت مارس في اوروبا واليوم طرح عليك اوروبا وايطاليا معتش ترحل لك بالطيارات طرح عليك يرحلوا لك بالباتويت طرحين انو توانسة ليوصلوا بطريقة غير نظامية يترحلوا بالباتويت وهذا رامو نفي لكل المواثيق وحقوق الانسان اللي هما يزينوا بها من التصريحات اللي اسمعناها مؤخرا في انو تونس دولة امنة ولا يمكن لي الدول الامنة مثل تونس والمغرب وليبيا انها يكون عندها مهاجرين غير نظاميين في دول مثل ايطاليا في الفضاء الاوروبي خلينا نقوله هذا يطرح كذلك اشكال اخر رمضان بن عمر في كونه المهاجرين غير نظاميين سيطلبوا الوجوء في بعض الاحيان في الفضاء الاوروبي وبطبيعة الحالة الدولة ما تستجيبش في الفضاء الاوروبي لمثل هذه الطلبات لانا تعتبر ان الدول اللي جايين منها هي دول امنة كيفاش يتم التعامل بالرغم من قرار المحكمة الاوروبية في 30 مارس انت تعرف انو تصنيفات هذه اللي جابها الاتحاد الاوروبي هي في اطار سياسيات والتقييدية في علاقة بالهجرة جابنا مفهوم معناها البلد الامن وجابنا كيف كيف مفهوم اعادة القبول وهذا كل هو الهدف متاعه شنو الاتحاد الاوروبي ما يدخل لي حد ما يجيني حد وإلا نجي نجيب كالي نحبه انا والهدف متاعه اي واحد معناها في وضعية غير نظامية نرحلوا نروح به هذا هو المفهوم البلد الامن بالنسبة لنا نحنا زادة اختير برشة اختير على برشة نواهي عليش اول حاجة يحرم المواطنين والمواطنات التواسة من حقهم الاساسي من حقك اخويا انت بش تمشي البلد واي بلد واي تطلب حق اللجوه هذا حقك تنجم عندك ما يثبت انك انت مضطهد سياسيا ولا مضطهد على خلفية افكارك ولا على خلفية معناها قناعاتك وإلا لسبب من الاسباب فانه منحق يتقدم هذا مش معناها يولي رفظ معناها الي ومباشر معناها توانسة ليوصلوا لإيطاليا وفرانسا وإلا فهذا شنغن منحقهم ايضا يقدموا مطالب لجوه وتدرس المطالب هذه كما كل بات ووالا في العالم وتدرس حالة بحالة الخطر في مسألة البلد الامن لان الناس رأوا في بالهم بلد الامن معناها رم لا هم البلد الامن وكما بلد معناها فيه منظومة قانونية تضمن كلحقوق الإنسان معناها كلحقوق الأنسان الملفة يعف Chihabuhuh يسحبوه أيضا على الموانقت يحبوا يسحبوه على الموانع الامنة وشنو موانقتات ماغ Sumatra الموانع الامنة هي الموانع منتع الدول الي تتوفر فيها منظومة قانونية معناها ولوجيستية كافية لتكفل بعمليات إنقاذ المهاجرين ولحماية حقوق وكرمة اللاجئين وطالب اللجوء والمهجريين هذا كي يعملك تصنيف متاع الموانئ الأمنة في المرحلة القادمة ينجم يفرض على المنظمات الإنسانية العاملة في البحر بموجب القانون الدولي وقانون البحار واللي موقعه في تونس الاتفاقية متاع الإنقاذ البحري يجبر المنظمات الإنسانية اللي تعمل إنقاذها في البحر إنه تتوجه إلى أقرب ميناء يعني يولي يقول لك معنى هالمنظمات نجم بالقانون الدولي تمشي الميناء السفاقس تمشي الميناء الجرجيس تمشي الميناء الشابة لأن ذيك الموانئ الأقرب وتونس وقتها تولي الملزمة الأخطر أيضا الاتحاد الأوروبي في طر الضغوطات هذه اللي قاعد يعمل فعلين اليوم رئاسة الحكومة تعد في مشروع قانون لتحديد منطقة البحث والإنقاذ التونسية معناها المواطنين يفهمونها في البحر ثم برش حدود في البحر ثم المياه الإقليمية التونسية ذيك هاي معروفة وقريبة ثم المياه الاقتصادية وثم منطقة في البحر أوسع شوي يسموها منطقة البحث والإنقاذ المنطقة ذي تنجم البحرية التونسية تمشي فيها في المناطق هذه باش تقوم بعمليات البحث والإنقاذ وقت الكوارث وغيرها هذي كما صار معا لي مع بعض الأطراف الليبية في الاتفاق بعد سنة 2015 يعني يعطيك مساحة الاتحاد الأوروبي يعطيك تاخذ مساحة أكثر في البحر المساحة ذي مش تستغل ثروات ولا حاجة لا باش تمشي تعترض المراكب متاع المهاجرين وتولي هذي كما المسؤولي تكنتا جيت للنقطة رمضان بن عمر لانا حاب نتحدث فيها كيف كيف رئيسة الجمهورية واضحة في تصريحاتها اتقول لكم راهو تونس لن تكون حارس حدود لأي أو حامية لحدود أي دولة قالها البرح وليد الحجم فقط بين قوسين بالنسبة للناس تحب تعرف مسألة اللجوء تونس موقع الاتفاقية 51 وكذلك البروتوكول 67 تتلقى فيه كل تفاصيل في علاقة انه اي واحد عنده حق في انه وقت يمشي الدولة يطلب اللجوء بعدك يتم النظر في اللجوء ومن حق الدولة من خلال المحكمة اللي هي موجودة فيها اه اللي هي عندها تبط في قضايا اللجوء احنا ما عانيش محكمة في تونس وانما عاني ويكالة امام المتحدة يتفض هذه هي المسألة للأسف فنقولها هذا وانما في الموضوع اللي كنت نحكي فيه نسكر القوس موضوع كنت نحكي فيه الدولة التونسية واضحة في قراراتها واضحة في توجهاتها مانيش حارس حدود لأي دول قالها رئيس الجمهورية وعوذها البرح وليد الحجية بيه اذي نمشي الأرقام الدولة ونمشي الأرقام والمعطيات الرسمية متاع الدولة الدولة التونسية سنة الفارقة مثال منعت لك 38400 مهجر الدولة التونسية من واحد جانفي إلى 31 مايه منعت 23400 مهجر الدولة التونسية منذ جويليا 2021 من ناس الحبل الأرقام منعت أكثر من 70 ألف مهجر من الوصول إلى فضاء شينجن اللي هو يمثل رقم أكثر من 60% تقريبا و50% من جملة المعنى حتى خلال 10 سنوات إذا كان الأرقام هذية متبينش أنه احنا ولينا وكأنه حق الصد الأول اليوم عمليات الأحباط اللي قاعدين يقوموا بها نحكي العمليات الأحباط اللي قاعدين يقوموا بها في علاقة بالمهاجرين غير نظاميين هذه تكون شفنا بحارة الشابة نهارات بركة يحتجوا على الصيد العشوائي والصيد بالكيس وأنه الحرس البحري مش قاعد يقوم بمجهوداته في مقامة هذه الظهرة والتلوث وغيره هذه غيرت أولوياتنا حتى على البحار إذن الأرقام الرسمية متاع الدولة تثبت عكس ذلك إحنا رأونا أين سيعرف أحنا بطبيعتنا البوليسية متاع أوروبا في الحدود الجنبية حدودنا البحرية ذي يا رمضان بن عمر من حق الدولة أنها تحمي حدودها البحرية كما عنا حدود بالرئيسة ما عنا مع الجزائر ومع ليبيا عنا حدود بحرية فكل مشتاق بطريقة غير نظامية الحماية تأتي من خطر يتهددك يعني إذا كان نحكو في الوقت متى خطر يتهددك إذا كان أنت تعرف البطوات الحراقة دي هزا أورويتو هربا بيها هزا مربيح تشريكاتو هربا بيها هزا بطوات الحراقة هزا بترول هربا بيه من تونس هزا ملح هربا بيه من تونس ما نعرف شنوه هزا البطوات دي حتى نقوله نحنا نحمه أه كانت تقولي نحنا ننقضه نمشي معك أنا معك بيانسير أنا مع الإنقاء أما كانت تقولي نحمي تقولي تصور فينا وكأنه نسى ضمه ينهبونا كأنه حراقة وانسة خرجوا في شقف هزوا معهم الفروب معناها بشي العملة الأجنبية بشي فرغوها من تونس هزا مواد حساسة أو لزميش لا 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 مش نحكو على الحماية لا مش نحكو على الحماية هزا سرديات ديما نتع المقاربات الأمنية حماية حدودنا أنت روك تعمل كيكة ورد بالك أنا نعتبره مش حماية كنت جي تقولي إنقاذ مش حماية هزاك هو دور الحارس أنت كتحمي حدودك من إنسان فاك لك حاجة وهارب والإنسان جيب لك حاجة اختر وجي إنسان معناها جيب لك اختر وجي أظام لا نصورش في الوضع تقولي ننقذ في المهاجرين أنا راني معاكم على حسب كلامك نحاول نحاجك يعني أنا كدولة وكحرس بحري وكوحدة عسكرية عائمة في البحر نشوف قدامي زوارق بحرية متجهة نحو إيطاليا بالجملة وأنا نجمي نقعد نتفرد ونعمل نعمل دور الإنقاذ ما نقومش بإرجاحهم أو بصدهم عن الذين إلى شق البحر أنا منيشي تغبط في الحرس البحري بش نقولك كيف يشتخدم ولا كيف يشتعمل أنا نحكي لك على المقاربات أنا شنقولك في البحر وقولك ما تخليش العباد تموت ما نخليش العباد وما تكونش أنت سبب ربما في الخطر اللي تعرضوله الباقي أنت كيف يشتخدم خدمتك إذاك أنت حر وإنت زادة كيف كيف أنا كمواطن تونسي معناها كتجي ما تعملش الدور هذا لحساب الدور عندك زادة أدوار أخرى بش تقوم به أنا كبحار شنو أذنبي اليوم البحر نخرج معاش نجي من صيد خاطر ناس تكيس في البحر ومعناه ثروة سماكية خاطر أنت لهي بحاجة أخرى أنت لهي بحاجة أخرى أخي يتوالهي إذا دبوا أحد أنا مواطن تونسي يتوالهي بعد أنت كيف يشتخدم إذاك أنت مهمتك أنت نورمال موجهز ومدرب للقيام بهذه المهمة تعرف شنو عملت الدولة التونسية في عشر أيام أضمه خاطر هما قاق خرجوا وقولوا أدخل للصفحة للوزارة الداخلية تلقيش بلاغة على إحباط عملية هجرة عنا أكثر 12 يوم حتى بلاغ ما هبطوا عملوا استراتيجية أنا أبدلوا استراتيجية كومينيكاسيون بتاعهم بش ما عادش الناس خاطر المناس يقول لك شادينا ستيلوه ورقة ويقايدون إش عمل دوق شنو نعمل مبطل ما عادش نتكلم خلاص مبطل معاش عندهم معاك من 31 ماي لحد البارح على الأقل نتفقدت الصفحة للحرس للحرس ولوزارة الداخلية مشيت بربجتهم بربجتهم ما هبطوا حتى بلاغ هذك هو بش يقول لك ربنا نحنا ما عاشنا لابدور حرس البحر ربنا ونا ما عاشنا نصدروا البلاغات معنا العملية بش تولي التم في التعتين كيما قاعد يصير الترحيل ما يعطونا شل أرقاع بش يولي حتى الإحباط ومنع المهاجرين ما عاشي يعطونا أرقاع شمانتها وقت يقول الوزير الأول هولندي فرصة نرجع لك لأول تصريح اللي بدين به وقت يقول فرصة شنو يقصف بالضبط من خلال ما تم الاتفاق عليه ومن خلال ما وجود فيه هو في الصحفة الهولندية هو وضح فرصة بالنسبة له لأنه هو عارف أن تونس اليوم في وضع اقتصادي صعيب وتونس معناها في مسار متعثرة مع صندوق النقد الدولي وتونس بالنسبة لها ربما ينعرف أن السلسة التونسيين في المخيال الشعبي ربما صندوق النقد الدولي شروطه أجحف من الاتحاد الأوروبي ولو أنه اتحاد الأوروبي كيف كيف رابط مساعداته بوصول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بالنسبة له فرصة لأنه اعتقد أنه الجانب التونسي مستعد للتفاعل مع ما طالبه بالنسبة لهم معناها قبل ثلاثة أربع أيام القادة الأوروبيين عاملين اتفاق جديد في علاقة بقضايا الهجرة واللجوء القضايا ذا يرتكز على التضامن فيما بينهم على مسألة الترحيل وعلى مسألة إغلاق الحدود مش على حماية الحقوق والمهاجرين يلقوا بعد ثلاثة يام يلقوا رواحهم في تمرين تطبيقي لهذا الاتفاق ما معناها تمرين تطبيقي يلقوا دولة مستعدة للقيام بذلك لأن تستعدى للتعاون في مسألة إعادة القبول في مسألة الحراسة بالنسبة لهم هما فرصة لأنهم هما حقوا وعودهم عن أخي به لأنه هما سياساتهم ناجحة وذلك عليش كيروحوا معناها في المحامل الإعلامية متعمل كل سوقها كأنهم انتصار كأنهم عاملين انتصار أحنا ما نحبوش الانتصار هذي يكون على حقوق وكرامة التوينس كيما هما ما نحبوش على حقوق وكرامة مواطنيهم أحنا روا اليوم معنا معناها مباشر معناها انتري هو حقوق الناس حقوق العباد في تونس وخارج تونس وخاصة في الوضعية ذي اتهدد حقوق الالاف من التوينس مالك رانا بشرنا وضعيات متاع مواطنيات ومواطنين التوينس قاعدين يرحلوا فيهم في مطار تبرقة روا ثمش كون عنده خمسة وسبعة سنوات أنا بشرت مواطنيات تانس في فرنسا روا عنده عائلة وعنده صغار سبحان الله عمل الخطأ معناها أوراقه ما تجدتش صارت له مشكلة صارت له كذا مر بفترة نفسية صعيبة يلقى روحوا مروح بين في تونس وقيس عليه الالاف والعشرات علاش الدولة إذا كان الدولة تسارح في مواطنين أخي أعطونا قداش تروحون عبد من إيطاليا أعطونا قداش تروحوا بعبد من ألمانيا أعطونا قداش تروحوا بعبد من فرنسا مثال خلنا نشوف خمسة مئة وارمعة وثلاثين مفقود في البحر العبد المتوصلي وحدود واحدة وثلاثين ماي 3375 تونسي وصلوا إلى إيطاليا إلى حدود واحدة وثلاثين ماي في 2022 2250 لكن الرقم بالمقارنة بعام كامل تقريبا زاد منع أكثر من 23 ألف شخص 865 قاصر في 2023 إيطاليا تقول أكثر من 2500 قاصر تونسي وصلوا إلى إيطاليا تبين في الأرقام وتبين حتى في المعلومة تنجيك شوية آخر للأرقام والحوار يطول نوعا ما معاك رمضان بن عمر ولكن نحب نسبل على وضعية المهجرين من أفريقا جنوب الصحر رئيس الجمهورية كان في سفيقس وشكك حتى في الأرقام قال يحكيه على 10 ألف هذا له غير صحيح مهمشي أرقام تحتها على 10 ألف وزار مدينة سفيقس شنوارك في اللي صار في هذه الزيارة والرسائل اللي قدمها رئيس الجمهورية من خلال خطابه من خلال الصور التي تم وضعها لصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية هو أولا زيارة رئيس الجمهورية إلى سفيقس هي إيجابية جدا وهو صور معناها ذيك الصور الحقيقية اللي نحب نشوفها معناها الصور الإنساني الإنسانية الصور طاع التضامن الصور اللي تخلي القيم الإنسانية تعلى حتى على القوانين لأنه القوانين طونجين بها معناها ولو إنه رئيس الجمهورية قعد ديما فيه كلمة لكن لكن مرتبطة برها اللي ساير الأزمة اللي سايرة في صفاقس وتونس مش نتيجة سياساتنا احنا بالأساس هي نتيجة تراول معناها هالتتنقلات البشرية هذية كانت بتبعتها تتنقل دائما وكل عام تختار وجهها كانت تقبل في ليبيا كانت تمشي عبر المغرب وجزر الكناري احنا توانسا مشينا عبر ساربيا مشينا عبر مليلة معناها اغلق عليها الطرق جدت طريق هذية عبر الجزائر عبر الصحراء الجزائرية والجزائر سهل جزائر المهمة تطعليش للشمال برة تعدى وانت حب تمشي تمشي احنا نعانو في نعانو في سياسات ما كناش نحن سبب الأساسي فيها من الجموش نعاودو نفس السياسات متاع الأوروبيين ولا السياسات اللي تتمارس على أبنائنا خارج حدود الوطن وذلك احنا قلنا راو معناها من الجموش نعاملو ولا استجابتنا من تجم تكون كان إنسانيا الصور تع رئيس الجمهورية هي صور إيجابية جدا راو كما مثال عبرنا على غضبنا من قرارة 21 في فري كيف كيف راو توا نقوله راو صور إيجابية جدا ويزم الناس تعرف أنه راو مسألة القوانين اللي قاعدة تطبق رأي ذيك هي إشكالية احنا عنا إشكالية مع القوانين عنا قوانين من عام 75 عام 68 تعرف قانون الإقامة قانون جاوزات السفر وعنا قوانين زي اللي يعرفوها فرض علينا الاتحاد الأوروبي من 2004 قانون تعالهجرة غير نظامية يزم يعرفوا الناس كذي يحكوا ولا تطبيق القانون رأيذ عنا قوانين من عهد الاستعمار رأي القوانين نحنا كمنظمية مجتمع مدني دائما نعملوا حملات مناصرة بس نجودوها باش تولي تحترم المعاهدات الدولية باش تولي تحترم حقوق وكرامة الإنسان كيفاش يتمل إحتمال بهم؟ مقربة الإنسانية من الدولة كيفاش لازمها تكون رمضان بن عمر في علاقة بالفضاء التونسي ونحكي عن الانكلوزيون في دمج هذي هي الفئات ممكنة أو جزء منها في تونس؟ هو شوف معناها إذا كنوا واضحين أغلبية التجمعات الموجودة حاليا متع المهاجرين هي هدفها ليس البقاء في تونس وإذا يكون رو المواطنين يعرفوه غير فقط هدفها للأسف لغالي بخطر مربوط بسياسات عالمية وبيناميكية عالمية لكن على الأقل أنا في فترة وجودهم في تونس على الأقل نوفرهم الحد الأدنى من الحماية رو مش الدولة شمعناها نوفرهم الحد الأدنى من الحماية نحاول على الأقل تكون استجابتي كما قال رئيس الجمهورية استجابتي وتعاملوا إنساني اليوم معناها هالتجمعات هذية معناها العشرات ولا المئات ولا الأرقام ديما رأي متحولة خاصة في قضايا الهجرة رأي متحولة ديما عندك دخول وعندك خروج والأرقام في كل الحالات ليشت الأرقام بمئات الألاف ولا بالملايين كما بنوا عليها بعض كتونس اليوم عندك أشخاص موجودين على تونس يحبوا يهجروا بطريقة غير نظامية إلى الفضاء الأوروبي كيفاش لازم ينتعام معهم ونرجعلك إلى الاتفاق أو البيان المشترك مع المسلمين الأوروبي أنا لازم نحبس أي انتهاكات ضدهم أنا لازم نوفر لهم في الحد الأدنى كل الخدمات العمومية اللي نجم ويتمتعوا بها التونس إذا كانوا بشي داو يمشي داو إذا كانوا يحب عنده صغار ويحب يقاريهم بالقانون روي زمنين قاريهم إذا كان عندي كل ماهي معناها إمكانيات متوفرة على الوقت يحب يتنقل في النقل يتنقل في النقل العمومي معناها نعمل وكيف يطبق عليه نفس اللي يطبق على المواطنة التونسية نتعرض لانتهاك نتحرك كما نتحرك مع أي انتهاك حسب البين المشترك الأخير وحسب الاتفاقات مع إيطاليا هذوم في الأخر كما قلت سيارتك يحب يهجر بطريقة غير نظامية إلى الفضاء الأوروبي هل هناك اتفاق يؤثر على المهاجرين غير نظامية من أفريقيا جنوب الصحراء الاتفاق هذا هو الهدف هو تحويل تونس إلى حصن يمنع الخروج أوروبا سياسيتها في سنوات هذه الكلة هو حصن يمنع الدخول إذن مش يبقوا في تونس هذاكش حبل الاتحاد الأوروبي معناها هو إذا كان أنت توافق بش تعمل بش يخليهم لك عالقين في تونس بش يولي وضمى الناس عالقين وكأنه عالق في تونس إحنا روكنا منذ حتى في الفترة قلنا الاتحاد الأوروبي اليوم في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي من مسؤولية الاتحاد الأوروبي كما عملت حلول في ليبيا ومش تتلوج على دولة ثالثة وتعمل ضوطين وتعمل من على شنو تعمل دولة ثالثة ومبعد تدرس الطلابات كيف كيف؟ اليوم من مسؤوليتك لأن هنا تجد سياستك أنت من مسؤوليتك أنك تفتح مسارات آمنة للاجئين وطالب اللجوء والمهاجرين العالقين في تونس هذا يصير في كل الأزمات واليوم تم أزمة هجرة أذية الاتحاد الأوروبي هو اللي يلقلها حلول اتحاد الأوروبي عنده الإمكانيات الثالثة هذه الكل الاتحاد الأوروبي نجم يتحمل فيها المسؤولية لأنه لا نحن نعاني في سياسات وطنية بالأساس عاني في سياسات مربوطة بسياسات تصدير الحدود الأوروبية أوروبا تحب تحاولنا حصن حتى معناها ما يخرج من عنا حد واللي يدخل يلزم يحصل اللي يدخل يلزم يحصل اليوم المشاريع اللي تعمل فيها أوروبا سواء على شريط الساحلي وإلا على الحدود البرية والمعدات والكل هي ماشية في نفس هذه السياسة هو سياسة معناها عسكرة الحدود هو سياسة تحويل تونس إلى أشبه نحبش نقول إلى أشبه بالوعاء لاحتواء غير المرغوب فيه من طرف أوروبا طرف أوروبا يبقى في تونس يموت في البحر يموت في الحدود البرية يموت في الصحراء وهو ش مشكلته اتحاد أوروبي مشكلته ما يوصلش الفضاء شينجن هذا هو مشكلته معناها المنطب يعني شكتك أنها التزوية المئة مليون أورو تقريبا فما شكنا يحكي على المئة والمئة ومئتين لأسف الترجمة ساعة ساعة راهو جينا دخل بعضها في البواندو بخيس هذوما في التصريحات الأجنبية ما نعرفوش فما شكنا يحكي على المئة فما شكنا يحكي على مئتين مليون أورو لإدارة الحدود يجي في هذا الاتجاه بطبيع معناها المئة مليون أورو هي رأي تنظف إلى معناها ملايين أخرى قاعدة موجودة معناها تعرف أنه مثلا في فترة الأخيرة معناها ثم صارت معناها طلب عروض لتزويد الحرس البحري بطائرات دون طيار بمنظومات رادارية بمنظومات اتصالية تعرف أنه الاتحاد الأوروبي يمول في مركز تدريب جديد متع نفطة عمل تجديد لمركز التدريب متع ود الزرقة تعرف أنه عمل حتى قاعة في العوينة للوقت معناها ثم مشاريع قاعد يقوم بها الاتحاد الأوروبي سيارات معدات تجستية ثم برامج أخرى قاعد يدير فيها المركز الدولي تطوير سياسات الهجر معناها البرامج هي بارتو وفي حين أنه أولوياتنا ماذا هذا وتو تشوفي لأخر في المحظر لهذه المذكرة التفاهم الوحيد اللي بش يلقى التطبيق بش يتطبق مئة بالمئة هو الجانب الأمني لأنه ذاك هو الأولويات الأوروبية فقط رمضم والباقي طاو يقولك راو اللا غير بش نختم معاك كناتق بسم منتدى تونسي حقوق السادسي وشتي معي أني نصدقها أرقام أرقام المنتدى أرقام جورجيا ميلوني الأرقام التي قاعدة نخذ فيها من المنظمة التوائية الأخرى أني هي الأرقام التي لدينا اليوم في علاقة بالتوينسي وفي علاقة بعدد المهيجين اللي يخرجوا من الحدود التونسي بسي فعام شوف ديما في أعلاقة بأرقام الهجرة ديما ثم رأوا أرقام مرئية وأرقام غير مرئية الأرقام المثال الجنب الإيطالي يحاول يوظف وقت يحكي مثال على الواصلين يحاول يضخم إحنا مثال عندك تقولك أنا عندك 3600 بأرقام مزارة الداخلية الإيطالية معناها اللي وصلوا إلى توينسا اللي وصلوا إلى إيطاليا جي ميلوني يجوا هما في الكلام شي يقولوا يقولوا عنا 24 ألف وصلوا من تونس وصلوا من تونس شو معناه معناها يدخل فيها الجنسيات الكل دخل فيها بارشة جنسيات على أساس أنهم وصلوا من تونس معناها وذلك الأرقام شوية تعمل برتورباسيون عند العبيد كما مسألت القصر ثم حتى طريقة في التواصل يحاول يوظفوا الأرقام لتصوير الخطر والتهديد ولتضخيم الأزمة بالنسبة للجانب التونسي روي المعطيات كما قلت لك للأسف ديما الجانب التونسي يبدل طريقة التواصل والهدف هو التعتيم على المعلومة مؤخرا كيف كيف معناها ما عادش يحب يعطي معلومات على عمليات الإيقاف وحتى عمليات الموت اللي صايرة في البحر لتوه معناش إتاد اليو صحيح ريع معلومات كل تقريبية كلها تقريبية شكرا جزيلا نعطيك صحة ناطق بسم المدادة تنزيل حق الإقصادية ولشي معايير مضان بنعمر على حضور البحثين اليوم السباح نهارك أسعد لي